موسيقى يؤكد ان الناس دي او الجيل دوت هو الاكثر انتماءا الجيل الدكتور كامال درويش والكابتن حمد أمام واللي رصخهم بارح بشكل اكبر واعمق الكابتن الكبير طارق سليم الحرص على تقديم العزاء بنفسه رغم مرضه ورغم النهو وكان على كرسي متحرك كابتن طارق سليم اللي كان متواجد في المستشفى قبل طبعا اسابيع قليلة جدا بيدرب المثل وبنفسه واصر بنفسه انه يروح ببيت الكابتن حمد أمام مبارح علشان يقدم العزاء فيه ويقدم العزاء لكابتن حازم امام ورغم ان كابتن طارق سليم واحد من طبعا من المسؤولين الكبار جدا داخل النادي الاهلي المسؤولين السابقين داخل النادي الاهلي وهو رمز من رموز النادي الاهلي وكان بيتنافس مع المنافس التقليدي لنادي الزمالك لكن زي ما انتوا شايفين دي مبادئ النادي الاهلي اللي الناس بتتكلم عليها على فكرة او مش مبادئ النادي الاهلي دي مبادئ الرياضة بصفة عامة وده على اساسه يعني انشاءة الرياضة او المنافسات من المفترض ان هي بتنشاء هاتلي واحد يكون عنده الحرص الكبير دوت زي كابتن طارق سليم طبعا يعني بندعيله طبعا بالشفاء وانه هو يكون طبعا يظل وهيظل رمز من رموز برضو الرياضة ومن رموز النادي الاهلي فيش بقى يعني حد زي ما بنشوف كده القيم الرموز بيتم بقيت على المشاعة وبقى بيتم اهضارها واهضار تاريخها الكبير وعطاقها للامدية او للرياضة بصفة عامة ده واحد من الرموز اللي بيرسخ القيم والمبادئ اللي احنا دايما بنتكلم عليه الكابتن طبعا الكابتن كبير الكابتن طارق سليم هرگا